من الموسم الماضي ورغم النجاحات تانية بكرر عشان بس الناس بتتصورش نحن ننتقد الأهلي بشكلها ننتقد مباراة لكن من الموسم الماضي كان موسم عظيم جدا للنادي الأهلي بس كان فيه إهضار فرص كثيرة الموسم ده بدايته من لحد هذه المباراة فيه إهضار فرص كثيرة رغم بالمنازمة للأهلي بيسجل كثيرا برضه بس النسبة المقاوية يعني ممكن الأهلي يصنع عشرين فرصة يسجل هدفين فرقم كبير جدا بتصنع كثير بس بتسجل أهدف قليلة الفرصة المهدرة الكثير في النادي الأهلي سببها اتكلم عنها مرسل كرة كميرا وقالنا نحن نحاول نعليجها يعني بصوة تركيز حالة تركيز من اللعيبة وانت وصل بتركيزك لحد فين لأن أنا بشوف دايما الآفة اللي عندنا برضه مش الأهلي كلعيبة بنبص بنتحرك على قد الحدث أو بنلعب المباراة على قدها طيب يعني إيه إرجع بقى للعيبة ده ليه ده هيمان اللعيبة تيجي قدام الأهل والزمالك نموذج مركزين فرقة اللي هي في مصرية بتاعتك فرقة العادية في الدوري بتاعك أحلى ما تشطي بقى قدام الأهل والزمال ليه؟ عشان هو بيحاول طول وقت يبقى طول الأسبوع أنا ألعب وعايز أبقى شكل كويس فهو جاهز أسبوع كامل مع تنفيذ شوية تعليمات من المديري الفني اللي بيقولها فبقى شكل كويس أول يلعب اللي ماتش اللي بعده يلعب فرقة تعبانة أو فرقة مش أفضل حاجة فرقة أعلى من الأهل والزمالك اللي حصل نفس الفرقة بس الحالة هنا غير الحالة هنا التركيز هنا هل أنت عايز تقولي أن الأهل في الماتش اللي جاي نفس تركيز الماتش ده؟ لا طبعا عنده سانداون زي كصة تانية خالص احتفاهم أنا قصة دي؟ اه طبعا فأكيد الحدث هنا غير الحدث هنا ده بياخد جزء من اهتمامك الاهتمام يا جماعة ما بيجيش يوم المباراة الاهتمام يا الاسبوع كله اللي هو بتاع يعني الأهل خلص ماتش النهاردة عنده بكرة تمرين الاسبوع ده كله مرتبط بيوم الماتش صحيح أهو عتقولي أنه هو يوم الماتش حالته برضو الحالة دي من الاسبوع ده مركز عارف أن الماتش صعب عارف أنه هو الجمهور هيبقى مركز وعارف أنه هيبقى فيه تركيز إعلامي كبير كل ده هو عارفه فكل ده بيدخله في بوطاقة التركيز فبتاخد منه ناتج مختلف أنا ما شفتش ده لأن الأهل هناك كان ممكن نكسب بسهولة جدا فاللعابة جاية الموضوع في القاهرة هاتلي واحد في مصر ما كانش يقول إلا هيكسب تلاتة أربعة آه سهلا صحيح كده أنت هناك كنت هتكسب تلاتة أربعة أو أفر هنا أكيد هتكسب تلاتة عشان كده الماتش طلعب اللي أنت شفته لما لو أنت الآن من الماتش ده الأهل كان نكسب كتير أحد المرسلين بيسألوه بيقولوله عن إضاءة الفرص السهلة يعني وهدار الفرص فقال لا أنا محدش يكلمني عن إهضار الفرص السهلة السؤال ده ما ينفعش يتسئل لي كده كده المدير الفني هو بيقول لنا وبنتكلم فيه مع المدير الفني محدش يقول لي على إهضار الفرص فأنا حتى ساعدتها براحة قلت طبيعي إحنا يعني ده هو الراجل بيسألك على حاجات فنية بيسألك على حاجات في الكورة ما سألكش على حاجات بر إنه فيه إهضار فرص كثيرة فحتى لعيبة النادي لأي أنا بقولك الكصة دي إنه بعض من لعيبة النادي مش متقبلة حتى النقض في هذا الأمر إنه فيه عدم تركيز زي ما أنت كنت بتتكلم دلوقتي بص أنا بحب جداً على مشتوى الشخص بشهر لعيب مؤدب جداً ومركز ولكن بص لعيب ترمر حاجة مش على هواي إنه لعيب الكورة يعني حاجة مش على هواك أوس يعني عارف أنا بحب أيه السؤال جاء على هواي أنت بتنتقل السؤال يعني أنت في الآخر بتبعي السؤالي مفيش حاجة على مزاجك مش دونش منطقي لأنه طبيعياً أنت شغال في مجال عام فطبيعياً أنت أنا كل هدفي في الانتقادات كلها أنت بتطلما الانتقاد محترم وفي حاجة خمية وفي إطار كورة كورة وحاجات أنت بتعملها فأنا تمام إنما ما طلعتش في حاجة شخصية وحاجة شخصية هوقفك وحرجك حاجة تخص حاجة بره الشغلانة أنا رجل ده أنا صحفي أو مزيع أو لازم أسأل في كل حاجة لأ وأنا أسألك أنت كالعيب كورة كابتن رضا أشحب هنا بقى لعيب كورة أقول لك الله كابتن رضا التشكيل للأهل لعب النهار ده تشكيل مش كويس هتقول لي بطبيعة الحال لا السؤالة مسألونيش أنا أسألوا المدير الفني بالضبط جدا هنا السؤال ما بقاش في سيرته السليمة مش في مكانه السليم دي مفهومة لكن لما سألك على هدار فورس أنت عارب لو بتجي أقول لك أنت بتبقى من كتر الضغوط أو من كتر السؤال بيتقال عليك كتير فممكن تجي عند الكريم فهي بقى عند الكريم فالله أسبقى تعالي بقى